حدث من ادعاء المدعين والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في مسن الأحمد وغيره أنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون أو أكثر قبل يوم القيامة عن ابن عباس وغير من الصحابة فدعا هذا الاستغلال السيء من المبتدعة لمسألة المهدي المنتظر إلى أن ينكر بعض المفكرين الإسلاميين المعاصنين المهدي المنتظر من أصله لأنه لما رأى ما يحدث من الشيعة من الفكرة الخيالية من دخول محمد بن حسن العسكري إلى جبل الرضوة ومن القرن الثالث الهجري منتصف القرن الثالث الهجري ولم يخرج إلى الآن لكن التحقيق في المسألة أن السابت أن المهدية سيكون وهذا ما عليه أهل السنة وقد ذكر الإمام الشوكاني أن وردت أحاديث في المهدي المنتظر تصل إلى الخمسين نعم فيهم الصحيح والحسن والضعيف وأن أحاديث المهدي تصل إلى حد التواطر لم يكن التواطر اللفظي فالتواطر المعنوي يعني هناك قدر مشترك بين الرواة وإن لم تتواطر أسانيد الرواة هناك قدر مشترك بين الرواة على أن هناك مهدية على أن هناك مهديا منتظرا سيأتي في آخر الزمان الزمان